تتسع الفجوة بين ما يحتاجه النازحون في محافظة مارب وما تنفذه منظمات الإغاثة الدولية من تدخلات بخيلة تكاد تكون منقطعة طوال العام وغير ذات جدوى إيجابية في تحسين حياة المخيمات وتأمين ظروف معيشتهم وسكنهم آلاف النازحين مهددون بالطرد من خمسة وعشرين مخيما في محافظة مارب بعد تلقيهم إشعارات من ملاك الأراضي بإخلاء المخيمات وخلال الأسبوع الماضي بحثت السلطة المحلية في مارب أزمة النازحين السكنية مع ممثلين تابعين لإدارة المخوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف إيجاد الحلول والبدائل الآمنة لآلاف الأسر النازحة التي قد تلقي بهم ريح الحروب في مهاو الشتات والتمزق لكن ما من خطة استراتيجية مطروحة على أرض التنفيذ حاليا لحماية النازحين من شبح التشرد الإضافي ومهاو الشتات المستمر فبرامج الاستجابة الإنسانية الإغاثية تكاد لا تغطي 25% من احتياجات ما يزيد على مليوني نازح في قرابة 200 مخيم بمارب وحتى هذه التغطية لا تتدخل في تأمير السكن للنازحين حيث تعد حماية النازحين داخليا في ظروف سكنية آمنة وحياة معيشية كريمة من المبادئ التوجيهية الدولية في حماية النازحين أثناء الحرب والنزاعات المسلحة ترجمة نانسي قنقر